اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مجموعة حلوة في تركيبة حلوة في فرقة اينتراكت فرانكفورت لكن سمة الكرة الاوروبية انه بيطلعوا زي الورد ويتم الحصات واعتقد انه فيه 3-4 علي بقى قريدي يتكلموا مع النادي بالميوتشال اجريمنت انه هم يغادروا النادي طيب طبعا اينتراكت فرانكفورت بينتظر الان ريال مادريد او ليبر بول لمواجهة السوبر الاوروبي باذن الله اللي هتكون اكيد احد محاورنا مع ابو الركب لكن هبدأ معك بالدوري الايطالي الموسم اللي فات الدوري كان في ميلان في الانتر صح صح من خلال الانتر السنة دي هيبقى في ميلان لكن يبدو انه الاقرب هو AC ميلان شايف ازاي المشهد الاخير واحد من اقوى المواسم هاني واحد من اقوى واجمل مواسم الكرة ايطالية اللي بنعيشها منافسة حتى اخر لحظة باحتمالات كتيرة جدا باحتمالات كبيرة جدا بمفارقات كتيرة وجميلة مش عارف يعني اجمد قلبي اقول يعني ان انت عارف طبعا انا بحب اتكلم دائما عن الكرة ايطالية فبقولون يا جماعة اللي حصل في 5 مايو 2002 هو نفس اللي حصل مع الاهلي وامبي في اللحظات الاخيرة كان معنا احد ابطاله شوية الكفر رامي سعيد انا جاي بقعب برنا متفرج لقيت كفر رامي سعيد انت بس دي كده بشرة خير دي بشرة خير في الدارة ايطالية اللي مليش دعوه لانه لاحظات الكرة بتتغير ايه اللي حصل في 5 مايو 2002 انتر كان على بعد نقطتين من التتويج باللقب الدوري الفوز في مباراة تلاتسيو في ملعب الاولمبيكو في العاصمة يضمن الدوري للانتر بعد غياب سنين و سنين من مسم 89 والنحية التانية يوفي بلعب بيروجيا وبيلعب في المباراة صعبة جدا وفجأة ديجو سيميوني ورفاقه قلبوا المباراة على الانتر والانتر اتغلب 4 اتنين والإصابة والمشاكل الكثيرة حصلت في المباراة والدراما خسر الانتر لقب في اليوم الاخير الدوري بعد ما كان تقريبا احتفل في الطريق من ميلانو الى روما فنفس الموضوع ميلان السنة دي قدم مجموعة قوية جدا مايك منيو واحد من افضل حراس المرمى في اوروبا حارس مرمى رائع جدا اتنين لعيبة كالولو وتوموروي لعيبة تقدموا بشكل كويس جدا يعني ما تستغربش ان انت تبقى لعيب سواعدة هني وفجأة يقولك انت بتلعب في مكان فرانكو باريزي وبتلعب في مكان باولو مالديني بتلعب في مكان يابستام وبتلعب في مكان نيستا انت زي الناس دي بالزبط فلو توقت بلقب غيب على الميلان من 11 سنة هتكتب اسمك بالقلم الحبر مش بالقلم الرصاص زهمة ومكتوب هيبقى العنصر المشترك فيها هو إبراهيمو بيتش اللي توج في نسخة 2011 دي وهيتوج به إذا تم من جديد لكن هل في أمل ان ساسولو يعملها؟ ساسولو فرقة للناس برضو اللي مش متابعة قوي الدور الإيطالي ساسولو فرقة معروف عنها اللعب الجميل عنده مدرب زي ديانسي عنده فلسفة خاصة جدا بالمناسبة إيطاليا فيها سراع أجيال في الكورة يعني ده وجينا نتكلم على المدربين الجوداد نتكلم مثلا عن فيتشينزو إيطاليانو مدرب في يورنتينا هو بيقتبس من قريجوساكي عايز يلعب الكورة الهجومية وبيقتبس من جوارديولا وعايز يلعب الكورة اللي بتفرض نفسها على المنافس برغم أن إيطاليا فيها شيء وضده فيها مكسيميليانو أليجري اللي بيحب يقولك الواقعية ما تكبروش الموضوع يا غماعة يعني الفوز بأنف الحصان النظرات أنف الحصان لو الحصان فاز في السباء بمناخيره بيتحسب له فالفوز بواحد صفر الكفاية فيها ده برضو ديانسي بيقدم كورة متنوعة جدا متأثر بديتزيربي الخليفة اللي كان قابله عنده ثلاث لعيبة جاكومو راسباتوري وساكاماكا وعنده طبعا ديمونيكو بيراردي اللي توج مع إيطاليا باليورو فلعيبة خطيرة جدا وعندهم حامد تراوري ده واخد نقطة كبيرة جدا في إيطاليا ايه بقى كامينج فروم نوير أطالنطا كان عنده عفوا نساسولو كان عنده جيرمي بوجا تاعة كوتيفور اتباع بمذلك كبير جدا لنادي أطالنطا مستويات مظهرة في إيطاليا فيها تنوع 22 سنة بالضبط إيطاليا فيها تنوع كبير جدا والدوري حتى آخر لحظة ميلان يكفي التعادل الحصول على نقطة يكون كافي بالنسباله في حالة تعادل الميلان فوز الإنتر يفوز الميلان بالدوري للمواجهات المباشرة في مصلحة الميلان في حالة حصل دراما بعنوان الكات الدرامي سعيد في اللحظات الأخيرة وقدر الإنتر يفوز على سامبادوريا والميلان يخسر يتغلب من ساسولو في ملعب مابي ستيديم في ساسولو هتبقى صعبة جدا الظريف أن السلطات الإيطالية حطت خطة الإنتر بيلعب في جوزيبي ميانزا في ملعب الهوم في سانسيرو والميلان بيلعب خارج ملعبه في ساسولو فقالوا لو فاز الإنتر بالدوري من حق الجمهوره يقعد في الملعب ويقعد في ساحة الدوم يا جماعة لو ما فستوش واتغلبتم فضلاخر وواحوا مادري يفضل مكان عشان الناس في ناس جاية من بره تحتاج ولو تقابرتوا في المترو تعارف ميلانو ما تكسروا ش بعض لا ما بيحصلتش لأنه خلاص هم متعاودين بالمناسبة جمهور ميلانو إنتر الحد ده في الملعب فقط لكن المدينة متقسمة في كل شيء بيبي باريزي وفرانكو باريزي اخوات واحد لعب للمينا واحد لعب لإنتر في إيطاليا ده شيء متعرف جدا بالذات تحديدا كان لحد من السنة اللي فاتت واللي قبلها بيحاول ياخد دوري أبطال أوروبا وكان لقب الدوري الإيطالي بالنسبة له هو اللقب السهل اللي هو بيأزأز فيه كده وهو بيحاول ياخد دوري الأبطال سنة دي بيودع دوري الأبطال بدري قوي والدوري فرصه فيه بتهدر مبكرا سبب الفشل هو سبب النباح بكل سهولة أندريا أنيالي أفضل صنع كرة قدم أفضل رئيس شركة إكسور العالمية والاستثمارات في الصناعة الحديد والسيارات وكل القصة اللي احنا عرفنا ونقلت اليوفي النوعية وعادت اليوفي مرة أخرى من السيريا بي بعد كالتوبلي والقضية اللي حصلت والملعب الجديد والمدخيل وثورة أنتونيو كونتي وبعدين ماكسيميليانو أليجري يكمل خمس سنين كمان وبعدين انشغال أليجري بحلم السوبر ليج ومحاولة خلق حاجة اقتصادية بالإضافة طبعا للكوفيد اللي خلى الكل متخيل أن ده اللي حصل ده العنوان اللي الناس حب تشوفه التفاصيل أن صفقة كريستان رونالدو كانت مؤذية جدا ليوفينتوس على سبيل المنافسة وده اللي بسببها خرج جوسيبي ماروتا المدير الرياضي وده اللي بسببها اليوفي تاه في الانتقالات وليوفي سيطر على إيطاليا حرفيا بالمستوى لكن في فترة كان أنديت ميلانو اللي دايما بتنفس يوفينتوس على الألقاب بتعيش حالة من التخبط الاقتصادي الكبير جدا خروج مراتي وخروج برلسكوني من الانتر ومن الميلان دخول المستثمرين مرحلة الترانزيشن اللي هي الخمس سنين العجاف اللي مروا بها أنديت ميلانو خلت اليوفي عنده إحساس زائف مع وصوله لدور الأبطال مرتين بأجيال عظيمة أنه الموضوع سهل وفوجئ أن عودة كونتي مرة أخرى للإنتر وقدر الموضوع أنه يتغير فيه فالحقيقة يوفينتوس مشكلته بدأت تفوقه بدأ بسبب تفوق اقتصادي وتراجعه دلوقتي يبقى التراجع اقتصادي وقام واصبح اليوفي محتاج أنه يغير سبع تامن لعيبة فترة دايقة جدا مع مدرب بقى فيه اختلاف على المزاهب بالكراوية بتاعته مثل ميلانو أوليجري اللي كان بيعمله من 13 ل 18 ما قدرش يعمله دلوقتي أبدا حتى يقبل منه دا هسألك عن ديبالة بما أنه أحد الراحلين عن يوفينتوس واحتمال يروح لإنتر ميلانو لكن بعد ما ناخد مدخلة مهمة جدا لأن عايزين نستوضح أمرا تحكيميا واضح أنه مثير للجدل مع المخضرم الكابتن جمال الغندور كابتن جمال أهلا بحضرتك أهلا بيك منوّر الدنيا كلها كابتن جمال هدف الأهلي النهاردة ألغي بسبب أن وقت تنفيذ ضربة الفاول في منطقة مص الملعب كانت تنفيذ خاطئا هل دا سبب كافي لإلغاء الهدف من جانب الفار ولا تدخل الفار فيما لا يعنيه مص هاني ببساطة جديدة كده دا اسمه خطأ في الإجراء إجراءة في التنفيذ بشكل عام وراتقول الفار لا تدخل لحكم الفار في إجراءات التنفيذ تمام يعني أمثلة ركنية تلعبت من برّة الكورس تجد منها هدف لا تدخل للفار تمام اسمها إجراءات التنفيذ آه طيب إمتى الفار يتدخل لو حدث لو جهدث أو رفل الجزاء أو طرد أي يتدخل لو قبليها مخالفة أو زعيفة مثلا أيوه حرة طيب في تمتيز الرقلات في تمتيز الرقلات الحرة إمتى الفار يتدخل أيوه البروتوكول بيحدث مم دمرة واحدة دمرة واحدة إذا كان تمتيز غير قانوني يعني إيه غير قانوني فيه فرق بين تمتيز غير قانوني وفرق بين قطأ في الإجراء تمام في فرق بين الإجراء والقانون اشرحها لي معلش الفرق هشرحها تاني آه واحد هم حسب له الساوي أي اللعب الكورة وبعين لها مسهة تاني آه لعبها مرتين تمام ومشت اللعبة آه وجب لها بقول آه يتدخل الظال تمام لأنه من البداية مهناك خطأ في تطبيق القانون تمام وليس في الإجراء إجراءات التنفيذ تمام تمام طيب ركلة حرة غير مباشرة ام اتشاطت مباشرة في المرمى دخل الجول اه في الظار يتدخل تمام مفهوم ضار يتدخل ام ايه عشان دي غير مباشرة ولازم تلمس حد قبل ما تخش في كول أي أجد لبعديها ام الاسقاط الاسقاط تمام أيوة لما أعمل الاسقاط ويجي منه الجول مباشرة يتدخل حكم الظار ليه؟ لأنه هنا الهدف هنا قانوني تمام لأنه خطأ تطبيق القانون طيب حكم أكمل لك الأخير أتفضل رمي التماس الحكم المساعد والحكم الاتنين مثلا مبارا بين هنقول مثلا السكة وشبين الاتنين شوروا لصالح السكة ومدام الثلاثة ما خدوش بالهم الفار ما يدخلش ده دي نصوص قانونية فيما يخص كيفية استخدام الفار البروتوكول بتاعه طيب معنى كده أنه الغلط اللي وقع النهاردة هو غلط بسبب يعني عدم المعرفة باللوائح كاملة أو بالبروتوكول كامل ولا هو لأنها حالة نادرة فغير متكررة ف لا هي مش نادرة هي على فكرة الحالات دي كلها يخترض أنها شرح بمثلة لكن هو اخترت الأمر اخترت الأمر اليوم أنا حقول لك حاجة تانية قريبة فضل أنا حفترض إن السيناريو ده مش إزاي هو مبدئيا طبعا مبدئيا طبعا كل التقدير والإحترام لكل الحكام ما حدش كون بيتعمد اللغة أكيد ولا حد كون بيتعمد إن هو يبقى مع فرقة ضدها لكن هيا الفكرة خير الفكرة إنه اللعبة حتى لو الحكم قال الحكم بكرة متحركة طيب هل ده هاني سبب إن الحكم يروح يتأكد إنها متحركة ولا لأ لا كان خلاص يصدق وينفذ يعني تقصد زي بالزبط زي بالزبط كده هقوله إيه الخرة خرجت وأنا روح أتأكد إنها خرجت أو تسلل أقوله بس نوع واحد من التسلل عشان كلام يبقى بطير إنه هو إيه إنه اللاعب اللي سجل لهذا كان في مفضل لي دي اللي هو إيه تسلل تدخل في اللعبة يعني إيه لأنه فيه حاجات يعني ممكن يقوله ده تدخل هو تدخل أو ما تدخلش دي تأدير هنا ممكن الحكم يروح يتأكد ويشهر إنما لو هو تدخل في اللعبة خلاص مش محتاجة كده تمام لما يقوله الكرة من بره خلاص ده مكاني ده كرار مكاني أنا أروح أتأكد و أنا أروح مش هيخدعني أكيد يعني مش هيخدعني وقال لي من بره خلاص من بره ما فيهاش تأدير ما فيهاش تأدير يعني 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 من بره يعني من جوه مش محتاجة تأدير مش محتاجة أن إحنا نختلف أنا وإنت طيب النهار ده اللي حصل لما لما تدخل الحكم من بره بشكل لحية غير صحيح الأمور اختلطت عليه إنه ده إنه ده خطأ في تطبيق القانون لا ده خطأ في الإجراءات في الإجراءات تمام توضيحه مهم جدا كابتن جمال بشكرك جدا علي إنه كان أعتقد إنه مهم جدا إنه جدلي بشكرك جدا كابتن جمال غندور خابرنا التحكيمي شفت المشهد طبعا رؤى بالركب أنا عايز بس يعني أنا بس عايز قبل ما تقول إنت يعني لأن أنا قلت إنه برافو على الحكم اللي خد باله من لقطة إحنا ما خدناش بالنا منها وبالتالي دلوقتي ده كان خطأ في معلومة أو يعني كنتش عارف إن الموضوع أنا عارف إن الفاربي يستخدم وقت الأهداف بس ما عارفش إنه في تنفيذ أو كده فتوضيح مهم جدا من كابتن جمال غندور فإذا حرم الأهلي من هدف كان صحيحا العضية دي بازت في النقد بطلان في إجراء في الإجراءات القانونية اللطيف في الموضوع أنا بحب كابتن جمال غندور جدا وأكتر لقب محبب إلى قلبي الأستاذ والمحاضر ومعلم قانون كورة القدم في الفترة الحالية بصراحة إحنا محتاجين الفترة الجاية محتوى قواعد التحكيم مع تطور لعبة كورة القدم الكبير جدا يزيد إحنا النهاردة بشوف في إيطاليا بحب الكورة إيطالية جدا بشوف الجدل الكبير حوالين مارياني وباولو ودوفيري وإيراتي وكل الحكام الكبار في إيطاليا اللي بيلعبوا مباريات كبيرة بيرتكبوا أخطاء من هذا النوع من هذا النوع من هذا النوع وأخطاء كل يوم جزيتها دي لأسبور موارهاش حاجة إلا فقرة تقييم الحكام وتصحيح قرارات الحكام لحد النهاردة في إيطاليا يوم ما بيقترحوا إن كل فرقة بقى من حقها تطلب فار مرتين في المباراة وغالباً هتطبق من الموسم اللي جاي إنه إنت قاعد عددك النهاردة وده معناه شوف زي ما التعديلات في قانون كورة القدم غيرت في طرق اللعب يعني لما قانون كورة القدم متعدل وسامح للمدافعين إنها تدخل تلمس الكورة من داخل الثمانتاشر في ضربات المرمى بقى طريق طرق البناء اختلفت وبقى فيه ديب بلد اوب وبقى فيه حاجات فطريقة الاختيارات لنعناصر اختلفت دلوقتي حتى طريقة تشكيل الأجهزة الفنية تختلف لازم هتجيب لازم هتجيب محلل أخطاء تحكمية خبير تحكيمي قاعد جنبك عشان ما يدعي علاقش اللي اتنين بتوعك اللي انت هتطلبهم فاحنا محتاجين كابتن جمال غندور وكل حكامنا وكل أبطالنا اللي لعبوا بطلات عالمية قبل كده دول أبطال وقادوا مباريات عالمية إنهم يزودوا المحتوى في أي منصة لكن من باب تسقيف المشجع من باب تسقيف اللعيبة الحاجات البسيطة جدا زي إن العيبة يبقى رايح انفراد لو شديته بإيده كتاخد كارت أحمر لعمال تاكلينج ودربته بريجل كتاخد انزار لأنك بتحاول تجيبه بالكورة في التعديلات الجديدة للكورة القدم حتى اللعيبة محتاجة تعرف إيه النوع ده من الأخطاء حتى انت تتكبه تحية كبيرة لكابتن جمال غندور وشكرا جدا إنه شرح لنا الموقف دي بالا رايح انتر قصة غريبة جدا الأستاذ علي سعيد الكعبي كبير للمعلقين العرب وأكتر معلقين أنا بحبهم أبو فيصل محترم وجميل جدا وحد جميل جدا في الكورة إيطالية في التعليق على نهاي كوبا إيطالية قال لك أيتركهم مثل هذا هو سؤال قاله معلق المباراة أيتركهم ده العيب الجودة دي يتساب ينشي مع السلامة عشان فرق 2 مليون يورو غالبا غالبا يغير أنتوا سيدفعهم في العيب سنه 30 سنة عمولة ولا هيدفعهم سمسرة في أي حتة الموضوع في حاجة مش واضحة بالنسبة للجمهور لكن على ما يبدو مصدمة كريستيان رونالدو مأثرة لسه على قرارات المالية للعيبة ما بقاش ديبالة في عمر 28 سنة في مرتب 10 مليون هو بطلبه مع عدم الاستفادة بالحوافز الضربية اللي بيمنحق قانون الإيطالي للعيبة اللي بتيجي من بره تقعد موسم أو موسمين بياخدوا حوافز خصومات ضربية بقت مهمة جدا في احتساب تكلفة الصفقات فمع عدم الضمانة والاستمارية بقول ديبالة تصب كتير قوي مع روح ديبالة في بيبي ماروتا وده السبب الوحيد اللي ربطه من الإنتر الفتى المدلل بتاعه بيبي ماروتا هو المدير الرياضي في نادي الإنتر فدي لو حصلت أنا ما اتمناش يا تبقى صفقة زي لفيتزي الناس اللي بتتابع الكرة إيطالية عارفين ان لفيتزي زيكويل لفيتزي بيدور على بيت في ميلانو لحد دلوقتي عشان يروح للإنتر ما خلاص دا من ساعتها يعني دا من ساعة من ما كان في نابولي في 2013 والإشعاعات عمالة تطلع أعتقد يعني أنه الفترة دي محتاجة لكن الأوضاع الاقتصادية في إيطاليا ما تقولش أن فيه لعيب يقدر ياخد 10 مليون يورو بوكبا إلى يوفنتوس هل هو عودة اللاعب للتقلق من خلال بوابة بدأ بيها ولا هي أساسا أمر غير إيجابي لو مينو رايولا كان عايش كنت قدر أستنبت من التصرفات اللي بتحصل رحل مينو رايولا وطرق معها لغز والسرداب كبير جدا من سردابات الانتقالات لكن بوكبا التجربة بتقول أنه من يخرج إلى إيطاليا ويعود إليها يفقد الكثير وأكبر دليل أكبر دليل حبت من أول أندريا شيفتشانكو خروج من الميلان والجماهير بتبكي في ملعب سانسير وشيفا لا ترحل وبرلسكون يقول له ما قدرش أرفض يروح تشيلسي ويرجع مش هو شيفا كاكا يخرج يروح ويرجع مش هو كاكا رونالدو يخرج يروح ويرجع مش هو رونالدو حتى لو حصلت مع لوكاكو ورجع تاني ما تضمنتش استمرارية النجاح ممكن تجيب ده ليه؟ يعني ده صدفة أكيد ولا في حاجة بتحصل وامسافر بص زي ما في حاجة بتحصل لما ماركوس ألونسو مثلا لعب نادي تشيلسي المعروف جدا عنده تصريح أنا بحب استخدمه دايما قال لك اللعبة في إيطاليا أشبه بالحصول على الماجستير بعد التخرج أي لعيب بيخرج عنده أو عنده قدرة وفرصة للنمو يلعب في إيطاليا سنتين يروح كأنه مع مستر يشتغل يدي أحسن خدمة إيس على كده في ماركوس ألونسو إيس على كده في محمد صلاح إيس على كده في رومولو لوكاكو محمد صلاح خروج من تشيلسي بدون مشاركة تقريبا تذكر التقلق مع روما اتعلم حاجات كتيرة جدا في رومولو مع لتشانوس بلتتي يرجع نجم العالم ونجم الكرة الأرضية زي ما احنا بنقول نفس القصة لوكاكو مطروض منبوز يرجع مرة تانية بول بوكبا لو حصل في يوفينتوس مع أماسي مليانا أوليجري قدر أنه يبني فرقة عليه أعتقد أنه تكون نقلة نوعية ليوفينتوس في تقارير أخرى بتتكلم على أن باريس سان جرماع بيسعى لضم بول بوكبا الراحل عن منشستر يونيتد بنهاية الموسم الجالي استفانو بيولي مدير فني إيه رأيك فيك يا مدير فني أداء عظيم جدا ونجاح كبير جدا جدا الخوف كله أن أنت تقول أن استفانو بيولي يدير مشروع أبعد من كده ودي كلمة ممكن ما تعجبش جمهور الميلان لكن أنا دايما في الحتة دي بأتكلم بكل حياة دي هو وصل إلى أقصى نجاحاته مش معناه أن أنت تستغنى عنه لكن معناه أنت لازم تفكر بجدية في الخطوة اللي بعد كده فوز ميلان بالدوري السنة دي هيفرق جدا مع مجموعة من اللعيبة لعيبة صغيرة في السن تعرضت لضغوطات هائلة طائلة طوال البطولة تمسكت وقدروا أنهما يعدي مايو الأصعب مايو اللي كان فيه لاتسيو وكان فيه فيورنتينا وكان فيه أتلانتا وكان فيه هيلاز في رونا في ماركة أنتونيو بنت جودي واحد من الأصعب ملاعب العالم والنهاردة لو فاقق على معض خطوة من الدوري مع بيولي اللي تحمل مسئولياته واللي على ما يبدو أنه بتدى يتعلم الطريقة الإيطالية اهه الطريقة الإيطالية جوكو ألا إيطاليانا إلعب على قدك باختصار بكل سولة الطريقة عندهم مصطلحات جميلة في الكرة جوكو ألا إيطاليانا دي لما تيجي الترجمة إلعب على قدك لما تيجي تلعب على طولة معقدة ما تعاقدش الموضوع كل واحد يلعب للي جنبه واللي يروح الجون يخلص ولما ييجي سهاء يجري كلين يجيبوا من أفاة وتاخد إيطاليا اليورو هو ده اللي بيحصل حرفيا دي طريقة الإيطالية فجي في الآخر قال لك بيقولوله في المتمر الصحة في الخطة والتكتيك واربعة أربعة أتنين قال لهم لا 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 سيجب من الكلام ده إلعب على قدك الموضوعات شد دي ما تشكيس إحنا عايزين أي أحد يجيب لنا الجول وفي المباراة أتالنطا بعد ما كان عامل المحاضرة كلها اللي يعملوا على الأطراف نده للعيبة ولما جماعة والكرة واقفة كان فيه العيب متصاب لهم كده مش هينفع رفايا اللي هو أسوأ واحد في الملعب بس بيها رفايا يجري الدول الكرة هو اللي يحل المتش فددوله الكرة في حل المتش ما بين أقدام والسو قبل ما هرناندس يسجل وفتح المباراة طيب قبل ما سيب إيطاليا النهاردة أريد تصريح لجوزي مورانيو بيقول أن دور المؤتمر الأوروبي بالنسبة له هي الأولوية وهي هتكون البطولة الأهم بالنسبة له في مسيرته فعلا ليه؟ عشان هي عودة لمنصات تتويج أوروبية ولا لأنه الناس قللت من مسيرته في السنوات الماضية ولا ليه؟ طبعا روما ضد فاينورد في ختام المسابقة بص يعني أنا مش عايزة أوديها للحطة الترند بالبلد كده أنا تشقط فيه بتاع جوارديولا مورانيو لما بنيجي دايما أنا من محبين الكرة الكلاسيكية لما تحط في مقارنة مرادونا ميسي ميسي فاتن ميسي سحر ميسي لعيب مش هيجي زيك أبدا في طريق الكرة لكن قلبك مع مرادونا لأن مرادونا ملك ملوك حرفيش ملك لعب الشوارع هو أنت بتحبه في حاجة كده بتخطف قلبك مرادونا جاب كاس العالم ميسي ما جابش كاس العالم هتفضل دي الشوكة اللي موجودة لو قدر جوزي مورانيو أنه يجيب بطولة أوروبية مع نادي غايب عن التتويج من 40 سنة في البطولات الأوروبية أيا كانت البطولة دي اسمها إيه ويصنع معجزة أن النادي كان بعيد جدا عن أنه يحصل يعملها فمطالب جوارديولا أن يقدم نفس العظمة لأن مورانيو اللي بيقول عنه في مقارنة مع جوارديولا دايما المقارنة الأبك أنه مورانيو أقل من جوارديولا مورانيو حقق بطولة مع بورتو بتشكيلة صعبة جدا مع تاقيش جوارديولا يقدر يحقق بنفس الواضح مورانيو حقق بطولة في منتهى الأهمية مع تشيلسي يرجع تشيلسي لتتويج البطولات والكلام ده ده مش انتقاص من جوارديولا جوارديولا واحد من أعظم مداربين الكورة ده حب في مورانيو اللي جابلكه السلسية ممكن يكون أو اللي عمل مجد تشيلسي اللي أنا وأنت بننتمي ليه في الباك دور لكن أنا مش عايز أنتقص من جوارديولا على قد ما أنا بقول إنه لو سمحت جوارديولا أنت مدرب عظيم تعالى أخد دوري مع نابولي مستي انت لعيب عظيم تعالى أخد دوري مع نابولي نابولي اللي عمره متوج مرادونا قدر أنه يعمل كده ومورانيو هيقدر أنه يفوز ببطولة كبيرة جدا محروم عشان كده أنا باتفق مع مورانيو أنه ده أهم ببطولة يرجع يقول بيها للناس كلها I'm not the normal one anymore يعني أنا مش الشخص الطبيعي يعني طيب نروح لإنجلترا شوية يلا أبو الركب معلومة جريلتش دي ممتعة جدا وتوسير التساؤلات القصة أن منشستر سيتي هيلعب الجودة الأخيرة ضد فريق أستنبيلا وأستنبيلا هو النادي اللي منه تعقد منشستر سيتي مع جريلتش وكانت صفقة وصلت لمية مليون ضمن تفاصيل العقد بتقول أنه اللاعب جريلتش إذا توجب الدوري مع منشستر سيتي سيحصل أستنبيلا فريقه الأصلي على 15 مليون جنيستر ليني فهتختار 15 مليون جنيستر ليني أن يخد يا ابني الدوري ودينا الفلوس ولا هتختار أن أنا كستيفن جيررد أكسب منشستر سيتي فأحقق مد شخصي ليا كأسطورة من أساطير ليبر بول بس يدي على ناديها 15 مليون التساؤل طرح والحقيقة أنه لو هو السؤال حقيقي طرح فهي صعبة معادلة صعبة جدا فاكر الإفش شهير جدا بتاع محمد نيدي رحاب طبعا رحاب طبعا نفس الموضوع كرة الإنجليزية كرة محترفة جدا وكرة الرقابة فيها الأعلى المعايير لسه كنت بدردش مع حضرتك قبل الهوى وبقولك أن أنا بعيد تاني إراءة الزكريات وأنا كنت بعلق على مباراة في اليوم حصل في التتويج فاكر كويس جدا أن الدوري كان في قناة أبو ظابر رياضية كنا بنعلق خمس داية وقت بضعت ضايع مباراة مانشستر سيتي كوينز بارك رينجرز واحد صفر لكو بي ار الدوري انتهى بالنسبالي أنا قفلت المباراتي أن الدوري انتهى مانشستر رينايت البطل الدوري وخرقت سمعت هي صفى بولهم إيه ده أغمعت عدله بس ما عطقتش في وقت قلق لا ده الجول التاني وين روني لحد النهاردة بيشكك في البطولة اللي انتهت في اللحظات الأخيرة بيقول أنه حارس المرمى بادي كيني لو لم تخني الزاكرة كان علي أنه يتعامل مع الكورة أسهل من كده والدليل اللي عند وين روني انه بشكك في البطولة في اللحظات الأخيرة أنه فرقة كوي بي ار لما سجلت الهدف دخل فيه هدف التعادل في الديئة 91 سنتر ورجع كورة منشستر سيتي فورا كان المفروض أنهم يحافظوا عليها للحظات هل ده معناه أنه ممكن يكون فيه نوع من أنواع المفاضلات في المصلحة أنا ما عطقتش أنه المداخيل المالية والرقابة تخلي فرقة بحجم الفيلينز أسطن فيلا دي من أعرق الأندية اللي موجودة أنه يتهون في المباراة مقابل الأرباح والمداخيل المالية هو يلعب يعمل اللي عليه فيكسب شرف المسابقة وفي نفس الوقت جريليش هو أصلا عمل أكبر صفقة مش عايز أقول يعني أكبر خدعة في تاريخ الكورة أنا مش عارف حقيقة هاني ليه دايماً اللعيب الإنجليزي overrated ما عنديش حاجة ضد اللعيب الإنجليز لكن overrated جدا هو overrated من هو في أسطن بيلا من وجهة نظري بس توقعت اختلافاً مع سيتي لقيته يعني لم يقدم طبعاً المنتظر منه أو ما يشفع لي الانضمام بالمبلغ ده كانوا بيقولوا كده على دافيد بيكام كل لعيبة الكورة الكوارجية يقولوا كده على بيكام بس ما كانش حد يقدر يقول الكلمة دي على الملأ لأنه دافيد بيكام مكينة إعلانات متنقلة ومعجبين ومتابعين بالملايين الوحيد اللي تجرى عليه سير أليكس وعوره في ضربة حزاء واللي كتبت عنها بعد كده في الكتب أنه اتكلم أكتر من اللازم في محاضرة أليكس فليكسون بيرشوتين واتطرد لريال مدريد الصفقة اللي يقال عنها واحدة من أغلى الصفقات فده بيوريك قد إيه كرة فيها تفاصيل وقد إيه كرة فيها حكايات إحنا ما بنشوفهاش إلا من خلال رؤيتنا للمستطيل الأخضر طيب أستن بيلا هو عنده ماتش محدد لمين هيهبط مع بيرنلي بكرة وعنده ماتش محدد لمين هياخد الدوري إذا كسب منشستر سيتي مين هيكسب الدوري في الأخير؟ هل تتوقع مفاجأة؟ كل الحزوز بتقول كل الحزوز بتقول منشستر سيتي كل الحزوز بتقول لكن خلي بالك أحيانا الكرة بيقالها كرامات والكرة بتحب وتكره والكرة دايما لعبة طول من نتيجة معلقة في المباراة مفيش ضمانة الكرة تقادم علم غير صحيح تبقى كسبان أو تبقى في فوقك مش في فوقك ده أنت تبقى مضغطها وهتبلعها واحد يميد إيده من جوه وفوقك يخدها في حتة تانية فهو حرفيا البطولة مفتوحة وده بيدل على قيمة وجودة الإنجليش بيرمير ليج واحد من طبعا أفضل بطولات العالم اللي متقن بطولة الأفضل والأقوى نقطة قبل الأخيرة سريعا الفاينال دوري أبطال أوروبا ريال مدريد وليبربول شايف المشهد إزاي قبل أيام قليلة من المباراة النهائية إصابة صلاح كانت مزعجة جدا ونوع الإصابة كمان مزعجة جدا للعايب سبيرينتر راس ماله القوة والسرعة والاختراقات والانطلاقات العضلة الضمة أكيد شيء مؤثر جدا جدا ومحظوظ صلاح بصلاحة أبدا بعد الإصابة الثانية مرة أخرى في الكتف الإصابة الشهيرة اللي حصلت في 17 وبعدين دلوقتي إصابة مرة أخرى في النهائي بس أنا مؤمن من الكرة القدم دائما ما تعطيك فرصة للعودة أنا مؤمن جدا بالموضوع ده في حكمة أن ريال مدريد يلعب مع ليبر بول مش ممكن كارلو أنجيلوتي بنفس الإيموشن بنفس الإيمودي بنفس الحواجب بنفس الحواجب من 2003 وإحنا كده مع الميلان في أول ترافرد وبيلعبوا اليوفي نفس الموضوع 2005 خسر نفس الرياكشن 2007 فاز نفس الرياكشن يعني نفس خليني قبل ما أختم معك النهاردة لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أصدرت أو أرسلت رسالة إلى نادي باريس سان جرمان وتحديدا إلى إدريسا جانا جاي بتقول فيه الرسالة التالية بتقول له انت غدت عن مباراة باريس سان جرمان مع مومبيريه فتقال شوية كلام كده عايزين نستفسر منك هو حصل؟ ولا لأ؟ هذا الغياب يفسر على نطاق واسع يا إدريسا جانا جاي على أنه رفض للمشاركة أحد أمرين إما أن الفرضيات لا أساس لها من الصحة ونحن ندعوك للتعبير عن نفسك على الفور من أجل إسكات هذه الشائعات أو أن الشائعات صحيحة في هذه الحالة نطلب منك أن تكون على دراية بتأثير أفعالك والخطأ الجسيم المرتكب برفضك المشاركة في هذه المبادرة الجمعية فإنك تصدق على السلوك التمييزي وليس فقط ضد مجتمع المثليين رأيك؟ بدون أدنى تردد شكراً للظروف اللي سهلت لنا أن احنا نشوف المعيار المزدوج لكل من يحاول يفرض علينا أو يدعي أنه عنده قيم أو يدعي أنه عنده حرية أو يدعي أنه عنده حق إنسان أو يدعي 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 كل هذا ادعاءات أمام مصلحتك وأمام وجهة نظرك تسقط المبادئ والمعايير وكل شيء كل شيء أنا أولاً على مدار التاريخ على مدار التاريخ أنا رسالتي مش رسالة كراهية ولا خطاب عدائي ولا خطاب موجه أنا مليش علاقة خالص بحقوق اللي هم بيقولوا عليها ربنا سبحانه وتعالى بيحكم الناس على أفعالها وعمرنا ما هنكون محارضين على العنف ضدهم ولا أي حاجة خالص ولا تمييز ولا أي حاجة لكن مين سمح لك أن أنت تفرد رأيك علي وتفرد على الشخص أنه يدعم الفكرة اللي أنت بتؤمن بها واحد مش عاجبه يدعم هو حر هو ما عرضكش أنت ممكن تحسبه لما يهاجم أو يعارض أو يحرض هو مش عايز يعارضك ده يتعرض مين اللي داك الحق أنك تتعدى على قيمي وعلى حقوقي وعلى عاداتي وعلى تقاليدي وعلى ديني هو بيتعامل من ناحية دينية ديني بيرفض هذا الفعل وبالتالي أنا مش طالع بقى حتى أقول من خلال الماتش أو من خلال التدريبات أن أنا اللي بيعمل كده غلط ده أنا بقول أنا بقى أمتنع أنا ماشي أنا بقى أعرض فبالتالي أنت مش من حقك تحسبه وتلومه وتعتبره محرد ضد المثليين هي القصة زي ما أنت بتقول هي ازدواج في المعايير اللي أكتر من كده هاني مين إدك الحق أنك تتجرأ لحد كده فلتسقط كورة القدم فلتسقط الرياضة فلتسقط الانترتينمنت والمتعة أمام التعدي على كل العادات والتقاليد ومش هنقش الموضوع من أمر ديني لأنه الدين واضح جدا وسهل وجميل وكل حاجة أنت نفسك مش أنت هاني أنت اللي عملت كده نفسك أنه نقشك من موضوع ديني عشان تبين الموضوع باللعبة موضوع دي بقى خلاص تحفظ احنا متكلمك باللغة حرية التعبير وحقوق الإنسان من فضلك أنت تعديت حقوقتها للإنسان وتعديت حرية التعبير وتعديت أكتر ما يمكن أنك تاخد في هذا الموقف أي إجراء هيتاخد ضد إدريسا الجاية هو إجراء تعدي على الحقوق وعلى الحرية من شأنه إثارة وهز القضية الخسرانة اللي أنت بترايها وفي كل الحالات عشرات الألاف من التغريدات كتبت النهاردة تحت هاشتاج وي آر أول إدريسا سواء من نجوم المنتخب السنجالي أو من زملاء اللاعب سواء من السابقين أو الحاليين لدعمه في الأمر المثار على مستوى الكراءة الفرنسية حالياً بل ورئيس السنجال شخصياً أكد دعمه لإدريسا جانجي لعب باريس سنجرما أبو الركب كالعادة 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 بستمتع جداً بالقاعدة معاك والنقاش معاك وإن شاء الله يتكرر قريباً جداً لأن الحقيقة فعلاً بتبقى نص ساعة أو ساعة ممتعة جداً أنا بقى بشكر حراج جداً وبشكر كل طاقم الإعداد والإخراج والإنتاج والمكان ده بقى محرب جداً بقلبي سبق بوجود حضرتك وشكراً جداً للسادة المستمعين المشاهدين ده مكانك شكراً جداً نورتنا وشرفتنا شكراً جداً نورنا محمود أبو الركب المعلق المتميز وقبليه لكابتن رامي سعيد وقبليهم أنتو اللي منورنا كالعادة فبإذن الله بنهاية هذه الحلقة نلتقي مع بداية الأسبوع الجديد يوم السبت لأسبوع جديد من الماتش فتحات كل فري العمل وتحياتي هاني حتهوت إلى اللقاء